هل برأيك إعادة علاقات تركية مع الأسد سيخدم الثورة السورية؟ طبع لا يخدم يعني بعيدا عن الخروج عن خارج ولكن خلينا نرجع لهاي النقطة نعم نعم لا يخدم الثورة السورية يخدم الثورة السورية هو العودة للعملية السياسية الضغط باتجاه إعادة علاقات تركية مع النظام السوري هل يخدم الثورة السورية؟ هذا الذي أقوله لا يخدم الذي يخدم الثورة السورية هو العودة للعملية السياسية إجبار النظام على أن يعود العملية السياسية العلاقات مع النظام السوري عودة العلاقات مع النظام السوري وإعادة تدويله معناته هو بيع لدماء السوريين لألام السوريين هذا المسألة يعني كيف يمكن أن تعيد إنتاج إنسان قاتل فإذا كنت بدك تخدم الثورة السورية والسوريين اضغاط على العملية السياسية على تنفيذ العملية السياسية وإجبار النظام أن ينفذ يعني أن ينخرط أن ينصع إلى العملية السياسية دكتور جمال نفس العملية هل برأيك يعني إعادة إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا فعلا سيلزم سيلزم يعني سيلزم النظام السوري على الانخراط بعملية سياسية أما تركيا اليوم لم تصبح لم تعد معنية بهذا الشأن شوف يعني القرار 22-54 يعني تحديدا شوف 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 اليوم على الطاولة هلأ ما مطروح إعادة علاقات إعادة علاقات بالمصطلح السياسي أو بالمصطلح الدبلوماسي لا يوجد هذا المصطلح اللي يستخدموا الأتراك تحديدا هو الانفتاح هو الانفتاح لكن بالمطلق هل التقارب السوري مع النظام التركي يخدم القضية السورية قال لك الأستاذ بسام قال لك السورة انتهت بعد ثلاثة شهر من قيامة لكن ما زالت قضية أنا أوأيد ما قالوا ما زالت القضية السورية هل يخدم القضية السورية إذا عرف سياسيين يستغلوها يمكن أن يخدم القضية السورية بس ما رح يعرف شيخ رياض شيخ رياض كيف رأيتكم يعني للحالة يعني بعد هذه التطورات الأخيرة من كان من حالة التركية المواجهات الأخيرة التقارب التركي السوري كيف برأيكم شكل يعني المرحلة المقبلة أخي أولا من حق تركية أن تفتح بابا للتصالح للمعانقة للعودة العائلات هي حرة هذا الكلام نحن نسأل السوريين كيف يمكن أن يستجيبوا ويستفيدوا من هذا الشيء أحسنت إذا ما استطاعوا أنا سأقول الشغل مثل هذا الانفتاح بين النظام وتركيا أول شيء سد الفرات راح يشتغل يعني الكهرباء تجي والمي والناس ما عدا تموت ما في جفا ليش؟ لأنه صارت علاقة بين نظام ونظام هالعلاقة سيستفيدنا أبناء السوريين إحنا بالتالي علينا أن نستفيد من نتائجها هذا الأمر مهم جدا في حسابات السياسة يعني هي أصدق يعني تقارب تركي السوري ليس تجيئا للمقاربة وليس غد الثورة وليس حبا بالنظام هذا له نعكاسات سياسية علينا أن نستفيد منها في مناطقنا بلس ما فصلوك بلس ما فصلوك مقسأ بالعكس جزي رفعوني إذن المسألة وين صاره مسألة حسابات سياسية وبالتالي هذه الحسابات السياسية لا فيها تقرير خيانة ولا عمالة ولا ارتباط ولا أيضا مداهنة منصف لأنه كلام السياسة هكذا يقول ويجب أن نستفيد منها من الكائج أنا رأي السوريين يجب أن نستفيدوا من هذه النتائج بكل حساباتها والنظام في أي تفاوض بينه وبين بقي السوريين من دعمه ليدعمه سوف ينته تتفق الصلاة بس تتفق مع هذه النقطة نتفق مع هذه النقطة لكن عمليا يعني أي تدويل للنظام أي إعادة إنتاج علاقات جديدة مع النظام إعطاء شرعي للنظام هو ليس لصالح الثورة هو بيع لدماء السوريين دكتور جمال كلمة أخيرة وأعود عن بدء باعتبار أنك قلت أن الخروج من عنق الزجاجة يجب إعادة إنتاج الأجسام السياسية الحالية هل التطورات الأخيرة ممكن أن تساعد بهذا الشيء؟ وهل الوعي من هم موجودين الآن في الحكومة والإتلاف وما إلى ذلك هل فعلا عندهم هذا الوعي؟ بعض الشخص بعض الشخص يجب الإبقاء عليها للخبرة التي تثبتها بعض يعني لازم ينوجدوا ضمن هذه الإطارات أو الهياكل أو المؤسسات ويكونوا فاعلين فيها وأصحاب قرار ومن أطياف مختلفة من أطياف مختلفة اليساري واليميني والفيدرالي والوحدوي والول كله لازم يكون موجود العلوي لازم يكون موجود والإسماعيلي موجود والدرزي موجود والكردي موجود والبدوي موجود لازم يكون هل عنا يعني الناس قادرة تشيل المسؤولية وتحملها نعم هل الباب مغلق العالم ما نم أغلق الباب اللي أغلقين الباب هنني اللي بيقولوا لك كلمة أنا يعني بكرها بمجمعات أو تجمعات المعارضة السورية جيبوا اللي بيشبهونا أنا ما بدي اللي بيشبهني أنا احترامي للأستاذ بسان لأنه ما بشبهني احترامي للشيخ رياض لأنه ما بشبهني بشبهني شو يعني مش مدت فأنت قاعد هلأ عن شخصيات هذا مستلم لجنة العضوية ما بيوافق لك إلا تجيب اللي بيشبهو وهذا مستلم رئيس الاتلاف اللي بيشبهو وهذا الكركماني اللي بيشبهو كلمة أخيرة يعني بدل أن نفتش عن أخطاء الآخرين فنفتش عن أخطاءنا المسألة المتعلقة فينا فينا كسوريين بشكل عام ولا بالنخبة السياسية بالنخبة السياسية هي التي النخبة السياسية تصمع الحالة المجتمعية يعني هي اللي بتأثر بالمجتمع فلذلك المجتمع هو عبارة عن كتة البشرية ضخمة فكيف يمكن لهي الكتة كيف يمكن لهي النخبة السياسية يعني أن تستثمر في هاي الكتة يعني استثمر فيها النظام أكثر ما المعارضة استثمرت فيها إذن المسألة الغلط فينا اللي نفتش عن الغلط فينا تركيا عم تفتش عن مصالحها نحن عم نناقش من زاوية سياسية أن هذه المسألة تنعكس وبالا على الثورة لكن يجب أن نفتش على الغلط فينا وبالتالي نصحح نعيد المراجعات والمقاربة إذا لن نستطيع أن نعيد المقاربات ونعيد اتجاه البوصل صح ونعيد الشراكة بين كل السوريين ونعيد إنتاج الفضاء الوطني الموحد للسوريين كلهم لا يمكن الخروج من هذا المستنقع الدامي والمكلف أستاذ بسام العيسامي المحامي السوري شكرا لك وأيضا الدكتور جمال الفرة الخبير بأشأن السوري والشيخ رياض درار الرئيس السابق لمجلس سوريا الديمقراطية صراحة حديث نمسا كثيف جدا ومهم جدا يعني أعتقد ممكن أن نخرج بالعديد من المخرجات والنقاط الهامة من هذا الحوار البالغ الهام جدا إذن مشاهدين متابعين كان حديث النمسا اليوم مستقبل سوريا لأي القراءة في الموقف التركي من سوريا وهل ينجح التطبيع ومن المستفيد من التجيش بين فئات الشعب السوري وأيضا من المستفيد من المواجهة بين السوريين والأتراك وهل الفيدرالية هي الحل في الحالة السورية وأين وصلت الثورة في السويداء أشكر من خلفها الكاميرات فريق العمل ومرة أخرى ضيوفنا لكارم وأمسي السعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة